تحت الطلب اليوم سوف نحضر كنافة جيدة بطبقة الكريمة لا تنسوا لايكاتكم وتشجيعاتكم تابعوا الفيديو حتى الاخير لا تنسوا ان تنضموا الحيثة بعنوال حذقة لكي تصلوا بمزيد من الوصفات ونبدأوا على بركتي الله سوف نحتاج الشعرية الكنافة التي تجعلها تشكل هذا لا تنسوا من الناس التي تبيعون الكنافة ولكن الدابة تقريبا متوفرة عند جميع المحلات التي تبيعون المواد الغذائية او الا مستلزمات الحلوية نأخذها في الهاشوار ونتحنها هذه الهاشوار تسهل عليكم انكم تحلوا الكنافة احسن ما انكم تحلوها بيدكم تأخذ وقت طويل سوف نضيف الزبدة احتاج ثلاثة المعلقة كبارين الزبدة غير البواطة حاولت ان انطيبها حتى لا تبقى فيها لما نهائيا اوزلت عليها شوية زيت تقريبا اربع كاس الزيت ركاتة واحد القرمشة حاولت ان انكم تستعملوا ونكيش مشكلة نهائيا حاولت اني اللبس هذه الكنافة بذلك الزيت والزبدة ونبدأ نديرها في القلب او واحد المول القطر ديالو 32 سنتين مزيان بالزبدة ونحاول اني نستفاء ونطلعها من الجوانب ونحاول ايضا اني نضغط عليها مزيان مزيان بشد بلاستها سوف نستمر على هذه الطريقة يعني تحاولوا تدروا بحل واحد الحفيرة الوسط باش هكا كنعمروها بالكريمة وهذه الكريمة اللي نشارك معكم اليومة كتجيل ديدة بزاف ستعملوها اما مع الكنافة او البسبوسة كتجي خطيرة نحتاج معلقة كبارين دقيق ما يكونونش عامرين مزيان ثلاثة معلقة ديال السكار سانيدة جوج ديال السشيات ديال السكار بنكا ديالفاني ونمزجهم مع الحليب نحتاج جوج كيسان ديال الحليب ولكن ما كتضيفوه مش دفعة واحدة اضيفو غير نزكاس مزجوا المكونات حتي بانهم تازجوا مزيان عاد من بعد كتكملون نزكاس الاخور وكتضيفو الكأس ثاني سوف نضيفو من فوق النار تقريبا خمسة دقيق مع التحريك المستمر حتى يعقادوا نوكي ونوكي بانهم بدوكي يتبخوا سوف تنزلو من فوق النار سوف نحتاج هنا ثلاثة ديال العلب ديال بيرلي اي اغورت قدروا نديروه مهمة تكون مكتوبة فيه جبن طري لان هاد الكريمة هدي تكون بالنكا ديال الجبن ايضا نضيفو احد الربعات ديال الفرماجات مربعين تقدروا تعوضوهم بربعات الفرماجات المتلتين ولكن انا كنفضل هاد الفرماج مربعتي يكون ملح شوية وبالتالي كي يجيبنا يعني كي عزز لنا هادك الماضاق ديالج بان في هاد الكريمة هذي كتجيل ديالج غير جربوها اردو عليا سوف نضيف هادك الكريمة فوق من هادك الكونافة لديها في المول ديالي كنافة نصف الثاني لان اقسمتها تقريبا على جوج نصف الثاني لان نغطي به الكريمة مزيان مزيان في الاول تحاولوا ان تضغطوا الكريمة من بعد تضغطوا عليها بشد بلاستها الفران عندي سخون من قبل 180 درجة النار من الأعلى و من الأسفل سوف نتخلها و سوف نتخلها و سوف نتخلها و تحملها و تحملها تقريبا 40 دقائق بالنسبة لأخوات اللي غادي يطيبوها في فرن غازي شعلوا على غير من الأسفل فران يكون سخون مقبل و النار تكون مهيلة تبليكم بأنها بدأت تتحمل من الجوانب عاد تشعلوا على من الفوق باش تكمل تحملها و تخرجها وهي سخونة نحاول ان نسقيها بالسيرو الذي قمت بتبرد تماما المكونات دي السيرو قمت بها كاس اونس دي السكرسانيضة مع جوج كيسان ديال الماء و خليتوه يطيب تقريبا 1-15 دقيقة كيباليكم بأنه تقال عاد من بعد تسقيو به يعني كتخليو حتى كيبرد تسقيو به الكونافو و هي الله خارجا من الفران هنا هي النصف دي السيرو سقيت فيه ذاك الوجه الأول و من بعد قلبتها و النصف الثاني سقيت به الوجه الثاني بهذا الشكل هذا سوف نزينها هنا يزينتها بالكوك مع شوية ديال اللوز اللي مهرمش و محمر و شوية ديال الورد البلدي يعني كتجي رائع بشكل لا تنسوا نشمل لايكاتكم و تشجاعتكم و نضموا الحساب بعنوال حدقا و الى اللقاء